أعلن تجمع المهنين السودانيين أن الجنات المتورطين في أحداث لبيض معروفون لدى الجميع من خلال شهود العيان والتوثيقات المصورة لوسائل التواصل الاجتماعي وأنه على السلطات الأمنية بولاية الشمال كردفان إلقاء القبض الفوري عليهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة وشن القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب عودة الوفد من مدينة لبيض هجوما على السلطات الأمنية بالولاية وصفها بالتواطم مع الجنى داعين المجلس العسكرية للقيام بدوره كاملا في حماية المواطنين وأكدت تاج استمرار الثورة السودانية في سلميتها حتى تحقق أهدافها في الانتقال إلى الحكومة المدنية